نروح لأرض الملعب وطبعاً مرسلتنا بأرض الملعب نرهان طمان واللقاء مع الكابتن خالد أبو زينة المدير الإداري تفضلي نرهان برحب بك من جديد طبعاً زميلي حيسم احنا معنا طبعاً اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للفريق هيكلمنا بقى إن شاء الله عن الأيام المقبلة ويعني جدول الفريق إن شاء الله في الأيام المقبلة وطبعاً بعد الفوز النهاردة بنرحب بحضرتك على الشاشة القناة النادي الأهلي أنا مزايا حضرتك بنشكركم جداً أنتم تابعيننا في كل المباريات ده بيدي برضو ثقة وبنعرف جمهور النادي الأهلي إيه اللي بيضار في لعبة الكرة الطائرة على مستوى مصر يعني طبعاً بالنسبة لإستعدادات إحنا حضرتك إحنا بكرة راحة اللي هو السبت عندنا تدريب الحد والاثنين والثلاث هنخش مع أصغر يوم الثلاث استعدادة لمبارات طلاع الجيش يوم الأربع وبعدها بأسبوع حضرتك على طول اتنين ستة عندنا مبارات الزمالك وإحنا يتحسم الدوري بفوزنا على مبارات طلاع الجيش إن شاء الله ونادي الزمالك يوم خمسة وعشرين حضرتك في قرعة الكاس من أول دوري الاثنين وتلاتين طبعاً القرعة بتاعت الكاس لسه مش عارفينها أول ما هنعرفها طبعاً هنبلغ حضرتكم بلغ الإعلام بيها على أساس إن الماتش النهائي حيكون يوم ستاشر ستة زي ما حدك عارفة إحنا فيه يعني توقفات حصلت كتير جداً بسبب الكورونا وبسبب بعض الفرق أصيبت بالكورونا ربنا يعفو عن الناس كلها وإحنا برضو حصل عندنا نفس الظرف ده عشان كده الدوري امتد شوي لكن اللي احنا بنطمن الجمهور وبنطمن مجلس إدارة بكياد الكابتر محمود الخطيب إن احنا إن شاء الله قادمون على الحصول على مسابقة الدوري الممتاز ومسابقة كاس مصر لإن ده بيزود الرانكينج بتاعنا وبيدينا إن احنا مستمرين في الحصول على الدوري المحلي طبعاً انت عارف حضرتك البطولة العربية تلقت في البحرين وبطولة أفراقيا إحنا ما سافرناهاش فطبعاً الدوري والكاس بالنسباننا مهمين جداً لإن ده حصاد عام كامل للفريق بنطمن الجمهور الفريق بإذن الله يعني ماشي في نفس الاستمرارية بتاعته والحاجة التانية هم عندهم إصرار شديد جداً 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 للحصول على الدوري والكاس الكلام ده بييجي من مصندة من مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي زائد إن اللعيبة عندها انضباط كامل إن هي يعني ناس كبيرة عايزة تحصل على البطولتين فبنتمنى التوفيق وبنشكر قناة النادي الأهلي إن هي متابعنا في كل اللقاءات في أغلب المباريات موجودة متواجدة معنا ده بيدينا ثقة وبيعلي اللعيبة وبيرفع روحهم المعنوية لأن طبعاً زي ما أنت حضرتك عارفة ما فيش جمهور فيعتبر إزاعة المباريات دي مهمة جداً بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبالنسبة اللعيبين كمان كابتر خالد طيب خلينا أسأل حضرتك يعني بتتعامله زي مع اللعبين فيما يخص يعني الإجراءات الاحترازية والتخوفات من تفاش فيروس كورونا والله حضرتك إحنا بالنسبة لنا مش عايز أقول لحضرتك يعني أولاً الملعب بيتعاقم قبل كل تمرين يعني إحنا دلوقتي حيتعاقم الملعب قبل دخوله البسكت دي نمرت واحد اللعيبة حضرتك موجود برة كل المطهرات اللعيبة ما بتخشي الشيصالة غير بالكمامة بتبتدي تقلعها عشان تبتدي تتمرن بالنسبة اللعيبة يعني حتى في غرف خلع الملابس بيحصل تطهير شديد جداً 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 قبل وبعد زي ما أنت حضرتك لازم تعرفي أن اللعيبة صروة بالنسبة لنا صروة كبيرة فإحنا بنحافظ عليهم يمكن أكتر وبنحافظ كمان على الجهاز يعني الجهاز بتحافظ عليه اللعبين بتحافظوا عليهم كل الإجراءات حضرتك المتبع اللي بتتبلغ لنا أول بول من الصحة بتوصل لإدارة النادي بتنفذها زي ما بيقولوا بالسانتي وبالمسطرة وده يعني عشان صحة اللعيبة إحنا في ظروف يعني طررية وظروف طرقة علينا لكن إحنا إن شاء الله يعني بنقول يا ربه بندعي ربنا بأن يبعد عننا الوباء وربنا يعافي الناس كلها يعني كابتن خالد أبوزينة بشكور حضرتك جداً على تواجدك معنا وشرفتنا في قناة النادي الأهلي متشكر جداً لحضرتك ومتشكر جداً لقناة النادي الأهلي وده يعني طبعاً كان لقاءنا مع المدير الإداري لفريق الكرة الطائرة طبعاً بعد ما الحمد لله النادي الأهلي حقق الفوز على الاتحاد بثلاث أشواط دون رد يعني شكراً لكم جداً وعودة إلى الأستودي نرهان طمان مرئيساتنا من الأرض الملعب بشكرك شكراً جزيلاً